موسيقى 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 ولا تتكلم كمواطن تونسي ولا تتكلم بتاريخ محمد عبلي لا نتكلم كإنسان تونسي يهتم بالسياسة وناشت في المجال السياسي ويتابع يحاول يتابع كله كبير وصغير أمامه وش في حزب سياسي نحكي في مواضيع مع كثير من الناس اللي نجم تقابل معهم في ذلك حتى المختلف معهم حتى الوضع للبلاد اليوم سيئة كما كان قبل سيئة بالفساد بمنظومة سيئة ما جلبت ناشة كثير من كل ستمرات الاخيري القينار وإحنا في صورة خائبة وكيف كيف زاد في منظومة لا تنجم لا تجلب ستمرات ولا تنجم تنقض الواقع من نجمش واحد يقعد يتفرج في ظروف أحسن الحقيقة راني منيش في الفعل السياسي أما رواضح للبلاد اليوم في أزمة حاجة واحدة اليوم هلأنه الرأي العام متقبل معناها الأفكار غير السيد اليوم إذول إذا الرأي العام اليوم عايش البهتة معناها قاعد يتفرج نشوف مثلا قانون مصالحة قبل قد اشتحركنا عليه مجموع من الحزاب والشباب ومن يش مسامح لآخيري جاءت عمل اليوم قانون صلحة جزائي وهو أسوأ معناها من القانون مصالحة على الأقل في خرقه لدو الصور وقته والقانون العدالة انتقالية والكل ولكن الناس ساكتة وارتون القانون فيه حاجات غريبة حتى في طريق الكتابة متاعه أسوأ من يقدمه وقت سيلباجي قاعد سبسي ومع دهوش عندما أنه كان نقطة بارك يتعلق بصلحة يداري أو بالأحرى بصرحة يتعلق بالمواطفين اللي ما استفدوا الشخصين شوف مش نرجع لهم من كلهم المراسيم زي كذلك ونحاول نفهم لكننا لازم نفهم اليوم زي كذلك هتنقول المشهد الكل محمد عبو اليوم إذا كانت تقول لي محاولات حزبية للتحرك هي محاولات مش مش وقتها هتنقول المناخ الكله مش مواتي الريح مش مواتي المهجة مش مواتي ايش في عملوا الناس هذو لا لا يزوم ينشطوا ساعب الحاجة يزا تكون واضحة أنا في تصور المسألة واضحة مسألة واضحة فما منظومة بتاع فساد خليك من الحزاب هما بيدهم خط الحزاب ما كش بتسكر انت الحزاب انت مش تحاسب القيدات التاحة اللي فزت واللي هم واش يصير مع سيقايس خطب تحييل علينا جميعا لو حقيقة العمل لمقاومة فساد هشي يتواجه الجمهوره جمهوره معروف هم الناس اللي تيل 13 سنوات يستهلكوا في أخبار زي فمولو يصدقوا اي شي ويكذبوا هاي شي هدا جمهوره متاع سيقايس سعيد غير العودة للمنظومة السابقة متاع قبل 25 نحكي على منظومة بتاع فساد دمرت السورة متاع البلاد وضربت الاقتصاد التونسي ومنعت اي اسلاحات القينارو احنا في موضوع اخر متاع اقصى شعبوي اقصى درجات شعبوي مانتصورش كان فما حد اكثر شعبوي من قايس سعيد رغم لي كانوا سادا قبلوا بعض شعبوي ونقور وحنا في خروج عد السور وفيه صورة سيئة جدا وحد يقود في السفينة لا يعرف قيادة السفن لا يحب يسمع رأيه احد ولا يحب يلتزم بالقانون واضح ماشي بالبلاد في حيث هده مش وقت الناس اتفرج انا ماذا بيه الحقيقة راني نتفرج جي وقت معنا اتعدي سنوات في العمل السياسي لو مو مل الحقيقة ماذا بيهنا نتفرج ولكن اليوم ادعو كل توانسة اللي نجمي قد محاش اكونوا ينسحبوش خطر الوضع اليوم سيئ جدا هني قدتلك اثار منظومة عقب 25 جويلة وواقع واثار كارثية للقرارات اللي اخذاها قيس عيد معناها بجاه الكبير بدوري بالدولة بالتسيب بالشعبوية بالمغالطة في موضوع هني جيب شوفر القوانين لا فرض القوانين ولا عمل شي يغلط في توانسة كل مرة في موضوع رأيك يكزون بخطر ربما رجعولو اما على سبيل المثال للناس اللي حب وفاقه خطر دي ما نقول نتواجه لقليل لكن يسمعوا فيه لكل نحن نقولهم حاجة رأوا بحثة صوتنا ونحن نقولولكم رأوا مثلا الوقت حبي يحل المسلع على القضاء رأوا ما عندو مغير في وقت القضاء رأوا سمحني يغلط فيكم ما عندوش علاقة المسلع على القضاء بفساد القضاء أو بفساد جزء من القضاء اللي يشدين ملفات حساسة ما زالش يحكي قايس عيد اليوم بش تعرفوش كون غالت ما زالش كامل واسم ما عاشي حكي لكم بالكل عن موضوع القضاء تحلت مشاكل الفساد بتعادلت الملفات هانا بعد ناليكم شهر كامل ورجع ناليكم شخولكم رأوا يغلط فيكم رأوا ما عندو حتى علاقة بمقاومة فسادة كي كتلعت له طلاف في موحوق قال انا عامل فين واثناش قلت يلزم دو تير قوضات منتخبين والان تير متقاعدين هاني عملتها اه يعطيك الصحة شهوتك شهوتهم كل ما عاشي حب كسكسي زادة يجب نعمل لان هذا هو الوقت سي محمد سي محمد اليوم تانا حكيه الان في رئيس الجمهورية وخياراته فما شكون يقول كان لازم شجاعك برئيس لتفعيل فصل الثمانين طبعا وهذا يحسب لرئيس الجمهورية لانه في انسداد الوفق مع 2021 ذرب الرجل على الطاول وقال ستوب الان فما ينجب نكون فما مشكلة في ادارة في ادارة مابعة 25 لكن قيسس عيد اليوم وهتنقول فعله السياسي مفصلي بعد الثورة 2011 صحيح ولا غالب خنتفخوا فما جوزين كلامك سحي انتي قلت مثلا شجاعية مش بطولة معنات مش بطولة معنات رئيس الجمهورية تبقى فصل الثمانين مش بطولة عندك جيش منضبطة على الأخر وعندك أمرا منضبطين وفصل الثمانين وتأولادك لي كرئيس جمهورية وقتها نحكيش على 22 سنطنبر نحكي في نهال ولاني مفهم حتى لأمن يولو عسكري بشي يقول لك ليه طبعا تبقى القانون وما فهم حتى شكال وديره وكان خايف روح من حد معلوماتي من الوجوه اللي جرائيس للفصل الثمانين وتشجع في وقت ما كيصار تحركات في الشارع النهار 25 ويعطيه السحة ووقتها ووقتها يزمح مش حتى حركات اللي صارت في الشارع فقط اللي هي الناس اللي تحبطها بتاخذ حقها بالسيف من بعض الحزاب بتعتبرها فيزة ولا أساسا من حركة النهضة لا مش هذا فقط قراء مليح اللحظة قراء اللحظة مليح هو بتبيته فصل الثمانين مش كيما صار من بعد الفصل الثمانين رو في حداده وكاننا لابد من الأعلان أنا قيراتي واللي حبي يصلح اللي يصلح ما نعرفش من الواقع من يجيب أدلة راهما كان فنبه حتى أمكانية لإسلاح المنظومة قبل 25 جويلة ما فماش ناجب تغير حركة النهضة تجيب ترفيخ رفز هذا كواقع المجتمع وواقع الناخب التونسي وشي راضي مم والسيطرة على جوزة من الوسائل العالم والشبكة الاجتماعية ويوجهوا الناس في الواجه اللي حبوا عليها وتمشي منظومة يجي حزب يجي حزب الإكزامل تيب مشات النهضة جيتني دي تلعزو السكيف كيف هذي وقعنا أنا هكا مش مثلا بتاعت الشويم هذا قراءتي فتحة يا أخي أخي طبعا ذي ما عملوش ومشي للحاجات أخرى متناجب تكون كان سمحني في العبارة روم مش في الشتن ما فهم حتى وصف تافيها معنا تافيها لا تليق بل لي صرفته الدولة مليارات باش تقارينها سواء في الابتدائي ولا في الثاني ولا في الجامع لقي قعيب وتخل الفتافة هاته ذي وفكار غريب ثلاث وار ومقاومة الفساد حتى ملف جدي تواسي أسمع فيه زوز نواب في الحبس يوم بعد زوز نواب في الحبس رو ناجم يكونوا حتى في ذل أي حكومة حتى في ذل النظام بناليا نحب نعلمكم حاجة رو حال بعد سياسيين على فساد وربما ما كان ظلمهم قلتلك مرة الموضوع دي سنفريان دير رو مش هذا اللي صار اللي صار هو كونك تضرب ناس كانوا محمين بالقضاء بالداخلية بالإدارة باللي تحب انتي جاء رأي الجمهور يفسف من آي سيد وحاكم حاكم مشكون باللي ومش ملقاش رو ملفات راجل موش هذية قضيته قضيته أفكار وحلام واني قدك بالنسبة للقضاء نعلم نقول لكم متوان سفيقوا ولا رويحكم بشهر التالي بعد نعليكم على الأعلام بش خليكم تفيقوا في الموضوع لحظة برك في الموضوع بتاع القضاء سمحني فقط نعلم نذكركم قللكم حتى أقنعكم حاجة تغريبة بتاع القانون كل خارج وقالولكم يجدخل استقلال القضاء ولا سمحني يجدخل نزاهة القضاء في المسل على القضاء انتي عديت له ملفات وهو ما حبش يحيله ما صرتش دونك ماذا امشي عدي ملفات للمجلس هذي اللي يقولن جايح للمجلس توا عنده شهر سيئ ولا القضاء مستقل هوا ما عاشي حكي لكم دور لكم اثنين أخرى الاحتكار همنا علمك بحاجة دي مصرع لها رو ما عنده حتى كل مرة نجعل التجربة قديمة فقط بشيفهمو الناس روكم الشعبوية خلقتوه انتو ما عاد سيقاي سعيد في كنجي في بلاد أخرى قاي سعيد رو يحترم نروح عاتي كيكزون بوقت عمل الحملة مثل الاحتكار همنا علمك بحاجة رو في 2020 رأيت عملت حملة ضد السوق الموازي والتجارة الموازية ما تعملي ما تحكيش فاهم اللول خاطر كتحكي فاهم اللول معناه الناس هرب فلوسها دوك خلينا شوية خرجت أنا اللي تكلمت نعرفي أنا في قلب الحملة دوك خرجت تكلمت قلت راوب دينا ليش رأيت دي تاف 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 وقت خرجنا في ندو الصحفي قلت قلت لقد فشنا تعرف عليش قلت لقد فشنا خاطر الحجوزات ولا الحزز معناه اللي عملوه الاخير يعلمون مليون دينار عشر لف دينار درشن و أورو حاجات مبالغ أنا الرهة صغيرة وقتا نحن لحظة برك حبينا نعملو مبالغ كبرى في احترام للتواس قلت لقد فشنا خاطر حبينا المبالغ الكبرى عندك رئيس اليوم تخدم معه مكينة أو شدينا عشرين ترنات خطوة دولة تحكي على عشرين ترنات عشرين ترنات عشرين ترنات ترى في كمين و سمين معناه وكش تهي يحشم كيفاش ينجم و يحسوا الناس بالنجاح هذي هي الدعاية وقتا نحن حملة جدية لمكافحة فساد لمقاومة الاحتكار فما حملة لترهيب الفعلين الاقتصاديين اللي عامل ولي مش عامل نرجع لك بعد الفصل لأنه رئيس الجمهورية ما يمشيش كان بهذا يمشي بمرسيم نشوفوا إذن المرسيم هذية شنو رأيك فيها فهمت محمد عبو مرحبية شكرا لك على خبول الدعوة محمد عبو في نقد لاذة على رئيس الجمهورية لإدارته لمرحلة مبعات 25 جويلية لكن البعض يقول أول مرة أول مرة محكمة محاسبات ترتب آثار على جرأة منتخابية في غذن عامونس فما شكون يقول أول مرة الدوانات التونسية تتحرك ومن داخلها تبدأ فهم محاسبات داخلية فما شكون يقول أول مرة سياسيين يحسوا رواح حسوا رواحهم أمام القانون ما عندهمش ريشة فقريوسهم فما شكون يقول ذلك أول مرة بنايات ضد ضد الصالح العام وبنايات لناس نافذين تم تهديمها وغير ولذا القانون قاعد يرجع ياخذ شوية في مجرها بعد يعتبر أنه الدولة التونسية بديت تتفيق شوية على وضعها وبديت كمان تتحرك شوية وتضرب أكل تسيب اللي صار خلال السنوات اللي فاتت والزابونية خاصة اللي كانت موجودة الفصل الثمانين والفلسفن وجاء على أساس كأنه ما لم يقدر عليها غيرك اللي عندهم نواية طيبة وما حمتهم ومن حمتهم عن هالأنظمة الحكومة السابقة أنت يجي اليوم تحاكم حتى حد من رموز الفساد السياسي شكون كنتوا يحب يحاكم محمد عبد رموز الفساد السياسي أنت عندك حزاب شوف أنت عندك حزاب سياسي تمول من الخارج عداش ملف يتعلق بتمويل من الخارج موجود أمام القطب القضاء لوبيينغ نهذا وغيره وعيش تونسي ونهذا غيره وذلك حتى شكاية قدمها طيار الديمقراطي بصحفها نبيدي قدمتنا ربع أكتوبر 2019 مشكورا نيابة العمية وقتها فيسا فتحة باحث ورقدتهم المارس 2021 حتى لـ 14 جوليا 14 جوليا 2021 لوك ما عندوش علاقة بـ 25 جوليا داي الكلو قبل 25 جوليا وفهم ملف حتى آخر أنا قلت نبيدي مقدم معنا إعلام بجريمة تعلق بحركة النهذا في من امتلاك القنوات التلفزية وراقب ملف هذا بو الرئاسة متحكيش عليها متسلش عليها من المفروض يسلوه عن طريق تفاقود هل تحكي عن المبادرة الرئاسية رأساً في علاقة لا لا كمون ناس هتريقول لك هنا بعد 25 طبقوا قانون هدم على بعض الناس والله أنا ما نعرفش فاش قدموا قانون هدم بعض الناس أنا نعرف مثلا مريت مرحلتين معنى 2012 وكذا فما ديما صعوبات متاع فولان عنده ملكية وكذا لا في بالي دخلنا في وضعيات معانية ولكن بيصمت بيصوصها مثلا فما صوره كذا بعثونا تقرير أمني يقول مش وقت وفوت السيف كتبنا بعد السيف ونفذوا خرجنا نحن وما نفذوا بارك الله فيهم على حد من اللي يسميهم ونفذين لكن تجوزت خيبة الأمل محمد عبد لكل نقلت خيبة أمل ما فما حد بالحد الأمل لا ما فمنتنيش قلت لك أنت تجوزت خيبة الأمل في علاقة برئيس الجمهورية وتحكي على شعبوية أبعد حتى من شعبويات تاريخية في العالم تقول شعبوي إلى درجة مثل ماش تحامل على رئيس الجمهورية لو علماء محمد عبد نحكيه بوضوع فاش تحامل عليه سول حاجة راه الراجل جاء كان ممكن نقال تونس أنا ما زلت نوم حتى بالحد الذهن يمتعه حتى برش يلوم ويقولك كما تعرفوه مش معناها شخص كفة كفاءة كبيرة علش تدفعوه في أدرة يجيه حتى يتغر أنا وغيري معناها نحن نقول للناس هذو مره ذاك شفمه هو رئيس الجمهورية وانا قلت وما زلت مصر على في الوقت ذاك وحتى طوى في بالي ما هوش في منظوم ومتع فساد طبعا يبالغ هو ماذا بي نحكي في النقطة ذي متعلاقته بالنازاه والكل ماذا بي نحكي فيه اليوم أما على كل حال ما هوش في المنظوم ومش مطلوب منه كفاءة كبيرة حوله جيش وأمن ومخابرات وفهمه قضاتي بشي معاه وفهمه إدارة بشي معاه إذا هو كأنه والأخير كجيقى سعيدنا والأخير بثمانة شهرة ذا رأنتها تجريت لفصة الثمانين ورجعنا وفهمه دولة دولة معناها حاسين اللي فهمه رئيس العين الحمرة وفهمه يقول للقاضي الفيز يخاف الأمن ما لشنوه لي فهمه ما لشنوه لي فهمه ما لشنوه لي فهمه وصف ما لشنوه لي فهمه إذا كان ما فهميش إذا كان شنوه لي فهمه ما فهمه شي في المقابل فهمه مشروعه إيجا نبدل لكم دستور عاود أقول التوانسة كيما غلطكم في موضوع المجلس هكش الله تطلع وفقته ولو ننشوك في ظرف الشهر اللي هو غلطكم مجلس ما عنده حتى دخلوا الدليل هو بدل لكم مجلس وما تغير شي كيف كيف روف الدستور بش سعمل دستور وثنين وثلاثة واربعة سنبقى شعب متخلف مدام لنؤمن ولا بقوانين ولا بدستور والباقي متعمل ولا عنا دولة مناخ فيها جيد ومناخ أعمال جيد بش نجيب باستثمارات رانبش تبقوه في الفقر شو البديل في تونس والناس كل تنظر لكم على حلول اقتصاد شو الحلول اقتصادي فما مناخ عام جيد يوحب للاستقرار بلاد استقرار سياسي استقرار أمني وقل ما يمكن جرائم وقل ما يمكن إرهايب والمسالة لذي الكل وفيها أقل ما يمكن قاونين تعقت وفيها كثير من الشفافية وفيها ناس حاسب الأمان في المستقبل اليوم مش كون حاسب الأمان في المستقبل ظاهرة اليوم موجودة في تونس موجودة قبل الـ 25 وزادت بعد الـ 25 هي ظهرت الناس اللي حب تهرب ظهرت اللي حب يخرج ولاده لبرة ظهرت الناس قاعد تهرب في فلوس لا سيكوريتيه بدأت من الـ 20 ومسالة اللي حب يصعيد هذا محمد عبد قلتك اللي قبل الـ 25 ولي بعد الـ 25 بعد الـ 25 ما جاءتش السيكوريتيه طوان تتصور اتراف الناس حاسب بالأمان يقول والله هذي بلادنا ما نستقرروا فيها فمش شيء واضع سي نورمال السورة غير واضحة بدأت رأي المشكلة لو نعود تقول لك رو ملالفين وحداش توزدناها أكثر وكثير بعد الـ 25 ويقولوا التونسي يقول هذك النازيه هذك اللي نعرفه ما يسرقش هذك اللي نعرفه رئيس الجمهورية اللي هو إجابة على ضد كل اللي كنت رأي فيه قبل وحشت بهذا حشت بخير لا نجمش يزيد على غيره في الموضوع بتاع النازيه معناها بتبع أما نحن مش في مزيدات شكون خير وشكون خير تي أنا بدي تحمل مسؤولية أخلاقية وغطة قولت رو نازيه نازيه بالمعنى رو مووش في المنظومة وتعرف سيد مووش في المنظومة النهضة وعلاقات وشكون اللي جاء العمال وكذا يقلب وكذا لحظة برك لكن غير النازيه فمساء الأخرى وحتى النازيه قد كراني حب نحكي فاها اليوم أما لا هبش تحكي فاها أما الناس اللي تقول لي 80% معاه بربي هذي مشكلة هو دي ما يحكي لبنو خلدونه وكذا وشاله يفيق أنا رو في قلب دعم لي في أوت معنا بعد أيامات معنا من 25 جويل عمال عندي تصريح الناس تغشو منه ولا مفاهم ويش ولا كل واحد يرى هكا معناها بوز ولا كذا كل واحد يرى اللي يحب قد له ما تثقش ياسر في التوانسة خي تاريخين رو وشوف معنا إن شاء الله ما تنتهيش معنا نهاية سيئة يمشيوا معك يمشيوا معك نهار يدوروا عليك ساعة أنتك تبدأ مصلح بالفعل ينجو يدوروا عليك هكا الشعوب فيه سايقات تحكم فهي خاصة الشعوب ما عنداش تجربة كبيرة في الديمقراطية في كذا عشر سين هدا السين هم مش كافين بالحق ما تخلق لك الثقافة تاديمقراطية تو أي كذبة اللي يقوم بكرة سبعها سايب كذبة في تونس يصدقوها العباد هذا وقعنا وتزيد معاها أنت ملفوق بشي تجيب نتائج كارثية على المستوى الاقتصاد بشي تصدموا في الأخر في الأخر لا يعرفوا هم مش اللي يحكي فيه قايصادي يعني هم نتيجة يعتقدوا بفعلكم شي جيبين من نتيجة أنا نحب أن نقول لهم سجلوا عندكم ما سالش ما أنا جابش يجيب نتيجة تونس كانت مربوطة وأنا نقول فهم من 2001 سورة عامة جيدة مناخ أعمال جيد دولة قانون الموسيط قضاء مستقل صحافة حرة سورة عامة إحساس بالأمان على ذاتك وعلى حريتك هالسورة دي اللي تخلي الناس يقعدوا ساعة يستمروا في تونس وتخلي الأجنب يجي وتخلي دولة بيدور بلغتنا نحن هذي الكل ما صارش منتوى أنت في نهاية مارس بداية أفريل 2022 تقول رئيس الجمهورية أنه مش إلى الفشل ما أنا جامش ينجح خطرة شوف كيف بالحق يزم مش مبطلوا سياسي يزم تخبئوا ما أنا جامتي هو علش ما نشحوش اللي قبل هم أكثر منه كفاء وبنعيوك أزيد هم أكثر منه كفاء هذي مش موضوع نقاش ولكن بنعيوك أشياء أخرى سادي الناس كوريتي على أنت هكيد حقوقا سانو الكل اليوم الناس كوريتي حد ما هو فاهم وضع البلاد هذي فما شكون يرى تدار بطريقة مجنونة للبلاد شكونت حاب ويجي يستثمر سامحني ويعملك دعاية يقول لك أو فما معمل تيدي ما فما معمل أو فما ثمين أو فما ثلاثة ما حكينا قدم المعمل سكة وقدش من الناس كانت ناويش تستثمر وما جاتش وقدش من التونسي توكي تشوف قهوة تحلت في تونس وباتيسيري تفرح خاطر الناس تستنى في حدث معين اللي هو مرتبط بالسقرار لك ما تحطش انتي كان عندك مليارات ما تجيش تحطهم في الوضع علي في تونسي فسليك فاش عندك ما تقول زادة في حكاية نزاهة لا حكاية نزاهة ما نعرفش قدش عنها وقت بش دوم التفكين فيها جيد جدا ربي هو اشوف انا يظل بالك شاء الله يسمع لغلقاء نقول فيه سي ام بورتون الحقيقة ما عنديش علاقة نبيه رو ناس غالطة معناها لكن حاجة يزد يزم نقولها لتوين سران نسألو على العباد طو رحكي دالو على الفصة الثمانين فما شو واحد فلانطوراج بتعوسن عليه خطعنا اصدقاء مشاركين ما شكروش بمعنى رو نازي معناها عاقل فما حد قال عليه كذا ولا كذا وفما ناس اخرى انتقدتنا قالت عليه هو كان شاد وزير اقبل شاد سافقات عمومية جري باقبل كراجل العمال باش ناجح تحكي لنازي يا سيدي ما كان شادهم الكل ولم تتح له الفرصة لكن ما كان شو منظومة الفسادة لك على دفعنا طو مايش نقول لك راني بدلت رأي وعندي معلومات اخرى اما نحب نقول للناس روي عايش في افكار غريبة ولكنا ربما تبنيناها طو مثلا وقت يحكي لك على سيدنا عمار سمحني هنا في المنيش بسيكاناليس سمح نحلو شوي زاد الموقف في متاعه روي وقت يحكي لك على سيدنا عمار الملخطاب رويزم كتفهمها في المعنى السلبي حسب رأي الصورة متاع سيدنا عمار الملخطاب رضي الله عنه عمار رب العبد العزيز كل هي صورة ناجحة تكون في الموروث متاعنا تخلق أنا بدي وانا صغير نقلها المسالة دي تخلق تصور معين متاع فكرة النازهة جيد كما تأثر في شخصيتك وقتبدأ عمرك تلث وستين وليت رئيس جمهورية لكني يزمك تفهم روي العصرة ذاك مش العصرة ذاك عصرة ذاك روي في قواعد أخرى وحتى العصرة ذاك مش كل شي تحكي فيه صحيح حتى السيقايس عيد شوف انتي كلامه دوما شد السلطة بعد 25 يعيد للناس ويحكي على ستفيدوا خزائن الدولة أنا خزائن دولة تيبرى متسنعش ودولة متسولة أنا والله في 2013 بشيت في ويزاري الاتحاد الأوروبي نتسول معنا في بلي دولة متسولة ومزلنا إن شاء الله أنه ليونهار دولة متقدمة الكلو عندنا القدرات أما تخلطش في روحك ياسر وسطفيد خزائن شنو دونك الراجل عايش في واقع غير الواقع متعنا ربما هو قراء وهو صغير كان عمر رب العزيز كان يقول وقبل وبرش ناس صدقت وماذاك عليك جهد سلفيا مبعد جهد بفكار مقابيل والله في عهده هو الذئب لك لم يكن يهاجم الخرفان أبو الذئب لا يهاجم الخرفان كي تكبر توصي سبعتات ثمانتة سنائة قاي سعيد بقى غاديكا كون الذئب لا يهاجم الخرفان خاترقراه هو صغير قعد غاديكا ذاك هو الناس كتوصي سبعتات ثمانتة سنائة تفهم كارن كارديفور ما يجمش مهاجمش خرفان يجب مهاجمها ذاك الحل انت إذا ناوي بالحق باش تحمي الخرفان متاعك هو انك تعمل قواعد أخرى في القرن الواحد وعشرين لحماية الخرفان وللحماية المال العام رو يجب انك تعمل قواعد سويا لسيقاء الصعيد حكمية لقبلك الكل كانت ضد نشر الممتلكات عاملت سالفين وثمانية وثمانتاش والأمر مصدرش سي شيء ضد وما تعداش وسي فخفاق زادة كيف كيف تفضل عدي مثلا عديه عديه وخلينا نشوفه سيد الممتلكات وممتلكات الوزراء مش معناه عندي معلومات خائبة اما بمعنى اخش اخش من القواعد متاع القرن السابع هل يحب يبدل تقول يبدل بالحق لا بدل بالحق واخرج من الذهن متاعك كونه صيحة عادلة صيحة باش تتحسن الأمور تمتلها الخزان ميش تمتلها الخزان السورة العامة الثانية زادة حتى في موضوع هدي اخي انت كرأي جمهورية توسيقية الصعيد الهدية اللي جيك رأي جمهورية تحطى في دارك ولا تحطى في القصر بالأمر اللي نحن عديناها وقتا ورفضوا سيليس فخفيخ والذي إلى التاريخ معناها اي كيف كيف هدية تولد واضح ما عندك الحق في حتى هدية واي واحدة ياخذ هدية رأي متفوش خمسين لا واضح سيمو حمد هذا مش على خلفية معلومات عندك انه حتى هدية في دارك اما قلت رأي جمهورية ممعروفة في تونس الكل نجرب نهرة تونس المنسب معين رأي فما ناس حاولك تحب تستفيد يزبك تبدأ فيق رأي جمهورية اخ في العائلة بتاعك فماش ناس استفادت معناها مصورة متى رأي جمهورية استفادت من قبيل والله في مهن حر يولي يخدم انا في بلاس رأي جمهورية اول حاجة نعملها الساعة في موضوعك ما دين عايت لهم انا ما كنتش رأي جمهورية وما قبتش تحكي فيه لتونس المسبح للليل مراني وقتا شديد منصب عام 2001 اول حاجة ساتفقت فينا وزوجتي متقبل حتى قضي رغم ما كنتش وزيرة عادلة كنت بزارة ما عندها حتى علاقة بالعادلة للمسألة دي متشيتش حتى قضي طلعت هي نايبة عاشت سين ما قبلتش قضي اذا قلقيت قضي رأي متعل عائلة فاعب اكثر من هذية متقبلش يكونوا شاب دوا واضحين دون كذية عليش مش حدي سيننا مغرفة ما عنده حد يعملنا حد شي وانا نحبه صوتنا حاجة واحدة ما يجي حدي شي داليك حاجة سيد رئيس جمهورية رئيس وماش رئيس تو اما السيقاء سايب بطلنا حكاية عمرو البلخطاب رضي الله عنها راني كفر ثقافة شو ما عادت رئيس فهمت يا ديك موضوع انا متعرف رأي فيه منقلب من يجي جمش هو شغل يمنصب رئيس اما ابطلها لحكاية هذه متع عمرو البلخطاب وعمارو البلعاد العزيز جاوزناها تورايا فما قواعد متع حوكم متع شفافية وترانسبرانس امشي فيها للأقصى وما تعمليش مثلا حكاية من قبيل مثلا امبروافيكتيف معلها كيما عملوها ناس خلين وتحاتموا عليها وتقولي نازيه اي امشي فيها دوما الساعة وانا عشي قول لك لما ذي حتى يتواضع شكول فما شكون عنده امبروافيكتيف في القصر اي فما شخص ما سوليتي لنا خليهاد ما نحبش نسميلي لا لا ما قلتلك سميلي اما انا نحب نقول لا ما ترميليش كلمة ما بين زوز جو مال وانا نحب لا ما يش بين زوز جو مال وانا نربط بسهم عندك معلومات انا ما نحبش نلوز ما نحبش مزايق خرج عنوان خطم رووش اهم حاجة ياسي محمد يفضلك انا سحاب في نسأل فيك انت رميت لي كلمة لازمني نفهم مرحبا لا سبستانس دو لا فخاز شنو اللي قلت لي بالضبط على خطر ما كانت زادا انتي هابش عاود لكم مسيليش هابش فاسيلي لحظة بارك تفضل لك حاجة انتي محاموي تعرف قيمة الكلام معنا طبعا ويو حتى اختصاصي الموضوع بتاع حريت العلام وحدودها نعرف ملي حدودها ذاك عليش ديما في معظم الوقت وانا ما نشبش نطلب منك اكتر من حدودها جوش تعطيني حدودها معروفة بالنسبلين اما لا عليش جبت لك الموضوع هابش نجعلك رو مش هرب منه انا عارش جبت لك الموضوع حتى اللي هو ان شاء الله يسمع بشي نقص شوية من الفكرة انا فهمتو لا 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 ثم حاجة متعرفيش ديما هو سمح لي لاحطة ربما ما نحتاج كيفينا اللي هي حكيت النصر او الشهادة فقالينا مشاعرات هذي ما فما شهادة ما نحبو حد يموت حبو تونسي كل يعيشوا وشاء الله الناس كل معادل العمار بتاعي ولاية سعين سنة ونعيشوا لباس ومرتحين وزينا من المنطق بتاع الموت وكذا وكذا الفكرة متع شخص هذي قايمة على الفكرة كلهم بفازدين وموضيف لها ماكش انضف واحد تونك فيق رو ساعات حتى اللي حولك يغلطوك متخرش تعمفها سمحني ببطولات متعنا زي انا من الاول الناس يقولنا نزيد بمعنى ماكش في فساد النهضة ولا فين يديه ولا غيره ماكش المنظوم هذيك وما زلتوا هذيك راي اما تغلطش روحك اكثر من ليسا ومتشلكش لعبات حولك كلهم في فساد لما وش فساد فمن انضف منك برشا ومشوف في شفافية لدرجة المبالغة وخسروا وما خسروا وما قاموش يقولوا تونسة صوتا ويقاموش معهم بعقل وبالله ما تصوتونياش انا شخصيا بالله ما تخموش نارو تصوتوني معانيش معاني ياسم انتخاباتكم هما في قول روحكم لتونسة هذي اللي نقول ولي هو نقوله زادها في قول روحك يزم شعارات موضوع موضوع كتيف لحب نعلم بحاجة حكم لكل عملت أنا نعرفه في 2012 وحتى في 2020 ترجل ميشون ولا حاجة اخرى شوف هوا بش نقول لك شو الموضوع مش مش الاسم الموضوع هو التهاون بأموال الدولة يجب تكون قاعد في دارك ما تخرش وانتي موظف خارج قصر من الغادي وتاخذ فيه شهري ومبعد جي تقولي نزيه يفيق على روحك راو خاطرين عديد شكاية عامل في 2012 ما حبيتاش توصل للسجن ودخلت الناس فيه للحبس وحتى قابلتهم بعد قلتلهم والله ميتمانيتش حبس نعرف أنا ظروف كنتم ماذاك في عاد بن علي فينا ظروف حتى طوز زادها جي نهار والناس حاكم راو شوف التزم بالقانون وبالشفافية وبقواعد الحوكمة وروح على روحك برتاح وعدي المنظام بتاعك خمسة سنين وتخش رئيس محترم هذا هو الأهم في رأيينا خير من الشعارات الفارغة والكلام الفارغة وفي الممارسة ينجم يعملوا حولك ألف حكاية وحكاية وتحسب روحك مريتش وحاجة أخرى بالنسبة للناس اللي قراب مننا يعرفوا البرشة من الناس ومبينهم حتى الحقيقة لمن الرئيس خطر خدمت مارتين أنا في القصبة والكل نعملوا العكس وقت يجي أي واحد يتدخل لقرابة حتى كنيه بشيخة شي معين وميختوش الدرجة المبالغة والدرجة الزادة كانوا ببلغنا رسالة اللي دارة رو ما عنداش تدخلات ورغم ذلك أنا عادي تقول روحك لكش لهذاية للتصويت ولا الغيرة ما حجيش بصواتهم حاجة واحدة راكم كثرتولها بالتصديق كل شيء هاني أنا قلت لكم نازيه بمعنى موش يموضون تلف سيد أما الراجل حاوله هو رو تنجبتين برحاجات أنت ترجع للا سبستانس دو فاغب بالنسبة لك الكلام عنده قيمة دون ما تحبش الشعارات لكن كيف كان نحبش الكلام اللي يتعدى مر الكرام بالنسبة لك فما معلومات تفيد أنه فما عمل وهمي في الرئاس هذا شفهمت أنا امبلوافكتيف موجود فما حد ياخ شهرية وقاعد في الدار بالنسبة لياه بالنسبة للمحمد عبد وفي مؤسس تريس الجمهورية وفي مؤسس تريس الجمهورية هذا شفهمت لا مش من بيجير تريس الجمهورية هذا هو لا نقف هنا سمحني أنا نحدد زادوين نجم ونقف بي أوكي دوتليمانيير أنت تقول أنه رئيس الجمهورية على علم بأمبلوافكتيف موجود ما عارش شوين هذا أنا غيب تقديش ولا علامة كيف بنحبش ديم الظهور فترة دي فترة صعبة برشة ما واحد ما يزم يقول حاجة راهوا نقص مشاعرات راهي قواعد متوقع العشرين واحد وعشرين الساهلة وموجودة في الدول الأخرى امشي الشفافية احترم دسور احترم القانون خارج الدسور خارج القانون خارج الشقاوات الحوك ماذا ما فم حتى مستقبل البلد حبوا نتحددوا بعدنا تفضلوا عام حتى تصير مجاعة تفضلوا أنا فهمت من عند محمد عبد ولي فهمتوا زادها هو أنه قلي فما قاربة رئيس جمهورية نجم يكون في بالو هذا شفاف وفما حشوك رئيس ميجرب عليها الناس اللي حاولك فما شكو نستفيد منك وليه خطك يستفيد منك شاوش تصير تصير زادت ولي برشة الناس أين وانت على استفادة طبعا يا خيان أو هولي ساير في تنوس عينية استفادة عينية استفادة وعندي مسؤول سياسي بحتي رئيس جمهورية ولا وزير ولا غيرة هاي نجم نستفيد أنا هذي موضوع راني كتبت فيه ناس ما متحبش تنتبه يزيون من هالموضوع شو كل واحد يزيون يستفيد من العائلة دي من أخر القطرة بسي يجدد يزيون ماذا بي يخرج بلاغ مثلا يقول راني عملتون كيت فوك علينا مشاعرات فوك علينا مشاعرات هذي كقولها لتو أنا ما تقولها لي شو ما تقول لاش العقالة في البلد وعدها عيك كوني منهم واخر شكور راني عملتون كيت فما حتى حد يستفيد من الوجود أنا أحب نقول لك حاجة أي واحد في البلد دي يحاولي يستفيد واضح رو بش تكون سارم مع أقرب الناس ليك نعرفها صعيبة أما يكون سارم وك علينا مشاعرات محمد عمو بش نختمو في كلمتين ما هذي تاكش المراسيم خاطر فهمت فهمت أنه النقد لاذع جدا لسياسة ريس الجمهورية ولذا كنا نجمو حتى نحكي في تفاصيلهم على المراسيم هذه لكن في فرصة أخرى واضح أنه أنت ضد هذه السياسات نمشي إلى مقترح موجود من عند البرلمان اليوم للألتئام شنو رأيك في كلمتين قطعنا ضر على موضوع الرفض متع منظومة قبل 25 اللي هي أنا هذا والكل اللي ما حاسبهش رئيس بالمناسبة العودة للشرائية رأي مسألة ضرورية طبع الرأي هذا موش شعبي برش اللي نقولك فيه ما فهميش حاجة اسم خروج على دسور طبعا نحن أنا من الأول الناس كأننا ربما نكون الأولين اللي دعيت الفصل الثمانين بمعنى برا حاسبها محركة الناد وغيرها من الفوسات يجدوا الملفات تعتمويلها أجنبي وليبتزاز أما الشرعي أما الشرعي بتمساش الفصل الثمانين خلاف اللي أعتقدت وانسرانا دعيناه لتطبيق الدسور ومش الانقلاب رجل يدخل في معنا انقلاب بسي نرمال بشكل عام حتى مستشارين صحا ما عندوش ما يسمع حتى حد ماشي في اثنية أنا يقولت لكم يحكي للناس في حكايات غريبة ويومين في قبيله وغالته ومواسط دونك الراجل وصل القناعة كونه على حق والقناعة ذي بصراحة ما أسمحني رأي مرتبتة بحالة ذهنية فعادي كونه تخر السلطة أخرى في الدولة بقات على نظر على كونه فيها هناها دولة رقدة سمحوني في العبارة رو ما يهمنيش اللي يهمني كانوا يجتمعوا الناس مع بعضهم ويقولوا رو فما برلمان مش بشي يرجع لبرلمان بشي يقولوا يزي الإجراءات للستثنية متاك ما عملت بها شي بالمناسبة ما يقول لكم محمد عبو ما عملت بها حتى شي ولقوا ونت بها فساد لشي قاعد الدمر بها في الدولة وفي المغلطات واخدعت الناس اللي واثقوا فيك هذا شي يجي برلمان مزل موجود ما عدوش حق بشي حلو كان ينجم يجمدوا المدى معينة اللي تعطي بار أمني أما يجبش يطول طول واضح هو في منطق انقلاب يقولوا له تنتهي لجراءات السثنية إن شاء الله ما يتعركوش بين بعضهم إن شاء الله يواصلوا إن شاء الله ياخدوا القرار علما للتاريخ فقط نذكرهم خطرنا مع علي عملوا فيه بقطع نظر على الكوارث متع نهضة ولا نتغيرها رأوا قبل الثورة صار اجتماع مش عاود نذكر به ما يسألش ما غير ما نقول وشكون 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 للمطالبة براحيل بن علي فقط حزب برق قال أنا ما راحيل بن علي وبعد ولا وزوس والأخري لكل فك علينا من المطالبة براحيل بن علي رغم للناس تحرك في قفصة ما عادش نحكي عليه الموضوع هذا هذا دور المعارضة يغلطوا فما شي بنوايا سيء وكذا وكذا حاولوا ما تعاركوش في الموضوع هذا تبا سمح لي الناهضة والغير الناهضة من الفزين توجي نهارو يتحاسب حاليا اجتماع بلا ما رأوا قانوني الغير قانوني هو جرال فصة ثمانيين للحظة هذه اللي عمل بها شي موضوعكم مش مش مشروع والأهم المشروع هي شرعية ما هو الشرعي تمام اللي يعمل فيه وقايز سعيد ما هوش بن علي كمام فكرت أنه فكرت أنه كل واحد في دوره وفريبون لازمنا نختمه فكرت أنه كل واحد في دوره أوكي لكن فهم مسؤولية زادة كمام فهم مش بن علي ما قلتش أنا بن علي زادة بن علي لا وقت اللي جبتلي على حوض المنجمي جبتلي على حوض المنجمي وعلي كيفاش أنه لا لا مش حوض المنجمي أنا قلت حوض المنجمي سمحنا أحداث الثورة قلت أحداث الثورة داكور حاجة أخرى لنا مش المقارنة بن علي نحكي عن المعارضة على ضعفها راي في الماضي عندها برشة لحسابات انتي وانا وكذا وكذا الوقت الناس قاعدة تموت في قفسة في القسرين سمحنا مش في قفسة في القسرين نهار تسعة بضبط في قسرين نهار تسعة فهم ناس تقول لك أنا ما طالبش برحيل بن علي ما نيش نزايد عليهم أما نحب نقول لك رو فشلوا في السابق بخرجة بصورة به طوو نطلب منهم كانوا يخرجوا بصورة جميع فك عليك ملحظة بشكوني وما انتفق معهم ماكش مضطرة لبش تقعد مع النهضة أما يصير الشميع للأعلان عن نهاية الحالة الستثنائية رو ما فهمش حلاخر غير الاقتتال وطو ما يزمش توصل لبلادنا العنف خطر نهار تيجوا عطوانسة طو الناس كل ساكتين خطر يعتقدوا كبشي بالمحل السحري ألا غالبا ذيك العاشة سيني جابت المستوام تعواعي مو تردي في المجتمع دونك حاليا إزم يفهموا الناس رو كابش يواصل فتنية دي رو هززل الحيت خليو خش طرف يقولوا تنتهي إجراءة الفصل الثمانية شي سير على الميدان هننتفرجوا طبعا خطر ما فهمش حلاخر حلاخر شنو بشتولي فوضى في البلاد ميزة بشتولي فوضى وما تجبش توسكت وما تجمز زيدها سمحني يا حد بعقل ويتصور قايص عيد هزل البلاد الحلول سمحوني يتوانسم يستش واسعوا بالكم إن شاء الله تفيقوا في الوقت المناسب أما رو هزل البلاد في الحيت كلم فارق للكم فيه لا حل ملفات جدية محمد أبو